والحسن البصري لك كلمة جميلة تعجبني أنا دائما أكررها يقول التمس الحلاوة في ثلاث فإن وجدتها وإلا فاعلم أن الباب مغلق وشي الثلاثة الحسن؟ قال الصلاة وقراءة القرآن والذكر إذا وجدت حلاوة الذكر حلاوة الصلاة حلاوة قراءة القرآن التلذذ بطاعة الله فاعرف أنه فتح لك الباب وإذا كان أنك ما تجد الحلاوة هذه فاعلم أن الباب مغلق عندك بعض اللوثات عندك بعض الأشياء اللي تحتاج أنك تتركها معاصي ننب خلوات لا يمكنك تتلذذ بطاعة الله وأنت معرض عن الله جل وعلا وإلا أنك تعصي وتستمر في العصيان لكن الإنسان لو أخطأ ثم استغفر يجد الله غفورا رحيما لكن ما يستمر في خطاء ما يستمر في ذنوبه ويلجأ إلى الله جل وعلا واعلم حتى شياطين الإنس ترى هم ضعيفين لما تذكر الله والله أنهم يبعدون عنك ولا يبغونك أصلا ولا يبغون يقربون منك ليلي أنهم يشوفونك ذاكر لله شياطين الإنس لا يمكنهم يقربون منك ولا يمكنهم يخترقونك وأنت تتحصن بأذكار الله جل وعلا القرآن له لذة والصلاة له حلاوة والذكر له لذة والله والحلاوة اللي بي يستعين بالله ويصبر عليه مع الأيام سيقول واحد من السلف يقول جاهدت نفسي في قيام الليل العشرين سنة وتلذبت به عشرين سنة الله عزقنا وياك